المسلمون متفقون على وجود عام الحزن في السنة العاشرة للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات وفي هذا الحصار الأليم توفي أبو طالب وتوفيت خديجة وتأثرة طيب ثلاث سنوات المكتب الشامل موجود عند كل المسلمين وكل من يتابعنا الآن أرجوكم ممكن تحطوا كلمة عام الحزن وتطلبوا ابحثوا لنا في المكتب الشامل التي ظهرت في الرياض واكتبوا هناك ملاحظة رتبوا لنا النتائج حسب تاريخ وفاتي المؤلف لن تجد عام الحزن في كتب المكتب الشامل في المئة الأولى للهجرة ولا في المئة الثانية للهجرة أول بحث ونتيجة ستجدها عند أحمد بن يحيى البلاذري 279 للهجرة كلمة عام الحزن إذا أضفت إليها خديجة وطالب لأنه ممكن تكون أبو طالب وأبي طالب وأبا طالب طيب ضع خديجة وضع طالب مع عام الحزن ستجد أن أول نتيجة ستظهر في عام أربعمائة للهجرة عند أبو حيان التوحيدي في البصائر فنتحدث فقط عن الدس والوضع واحتمال والتقرب والتزلف إلى الأمراء ومكاسب وأهواء أم أيضا لا بد أن نطرح على طاولة البحث والحوار تغييب متعمد أربعمائة سنة رغم أننا مجمعون على وجوبي وعلى وجود عام الحزن ثبوتا يعني على العقل نعم ثبوتا عقليا ثبوتا تاريخيا فلماذا هو غائب في النصوص؟ أنا اليوم حقيقة تفاجأت في البحث ما كنت أتوقع أنك ستسأل أو ستبدأ حلقتك نعم صحيح ولكن ما فعلته اليوم أحزنني كثيرا في البحث والنتائج طيب نحن تعلمنا في مدارسنا الشرعية وسمعنا خطبا علمائنا في كل المساجد عن عام الحزن فهل هذا التاريخ كتب متأخرا ومن الذي أخر كتابته؟